مع راديو ماد أسباح النور والسرور لكم الكل وإنما كنتوا تسمعوا فينا ووصلين معكم متينال الويكاند الأخبار كالعادة في نيوز اليوم في سيليانا تم اصدار بطاقة داعب السجن في حق شخص انتحال صفة خبير لدى المحاكم في قيس الأراضي بعد أن نتمكن عوان وإطارات الفرقة الجهوية الشرطة العدلية تابعة لمنطقة لامن الوطن بسيليانا من قابض على شخص 45 سنة عمره وانتحال صفة خبير لدى المحاكم في قيس الأراضي وقسمة العقارات هذا وفق مصدر أمني المصدر الأمني لقال في أكيد لوكالة تونس فريقيا للأنباء قال أن الفرقة الجهوية لشرطة العدلية تعهدت بالبحث في موضوع تدليس مكتوب إداري وإمضاء أحد المسؤولين الجهويين من طرف مجهول وذلك بغاية تحويز أحد فلاحي الجهة بجهة سيليانا ضيع فلاحية دولية بمعتمدية الكريب تحديدا وضافة أن الوحدات الأمنية قامت تفتيش مكتب المظنون فيه بمدينة سيليانا بعد تنسيق مع النيابة العمومية وإن تم حجز عدد تجهيزات علامية تحتوي على نماذج مراسلات لموظفين سيميين بإدارات مختلفة تستعمل بغرض تدليس المكاتب الإدارية لبعض المؤسسات بالجهة فضلا زادة عن حجز قطاع نقدية أثرية ذات قيمة تاريخية وأذنت النيابة العمومية بسيليانا بالاحتفاظ من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وانتحال سيفا والتحيل بل كما صدرت في شأنه بطاقة إداع بالسجن يلا مواصلين معكم